الوقت هتقدر تتكلم بيزنس مع موبيني البيزنس بوكس النور والدعوة السلفية يشاركان في تشييع جنازة شهداء سينات انباء عن تعين شفيق مستشاراً لرئيس دولة الامارات العربية بن كيمون يدين بشدة الهجوم الإرهابي على جنود الجيش في سينات مصر القومي والانحداث ثلاثة أيام على أرواح شهداء رفح الرئيس مرسي والمشير تنطاوي يتقدمان مشييع جنازة شهداء رفح البرصة تتماسك بعد أحداث سينات وتراجع جماعي طفيف لمؤشراتها اشتركوا في القناة